قال رئيس الجزائري عبد المجيد تابون أن الوضع الذي تعيشه الصناعة في بلاده ليس قدرا محتوما ويمكن تصحيحه وضف رئيس تابون في كلمته خلال إشرافه على افتتاح النضو الوطنية للإنعاش الصناعي أضاف أن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في الجزائر وإن استعصى التحكم في بعض جوانبه إلا أن تصحيحه ممكن عجل بالقضاء التدريجي على أسباب انتكاسه وبتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام البيروقراطية سوء التسيير والركود الاقتصادي عوامل أثرت سلبا في قطاع الصناعة في الجزائر هكذا شخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي أزمة الصناعة في الجزائر محدرا بالمتابعة والمعاقبة لأي مسؤول عن عراقيل في المشاريع الصناعية كما أقر سلسلة إجراءات ستتخذها الحكومة عبر إعادة فتح المصانع المغلقة والتفعيل والمساعدة للمصانع المنتجة التي تواجه صعوبات رفع العراقل أمام المصانع الموجودة والتي تحول تمكينها من مساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوب ثانيا المساعدة في إتمام المشارع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر كما أكد الرئيس الجزائري أن أكثر من خمسمائة مشروع صناعي قيدت دراسة لإطلاقها مستقبلا فضلا عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي أنا قررت اتداءا في سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان نخلق الهيئة خاصة لنجنص وكالة وطنية للعقار الصناعي العقار الصناعي ما يولي تكلف لي به لا المير لا الولي لا شر الدائرة ولا غيرهم أليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الناشطين في القطاع والشركات الصناعية بمختلف صفاتها وحامل المشاريع الناشية كانوا من بين المشاركين إلى جانب الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية ومراكز البحث والخبراء نياب الرؤية الواضحة في الجزائر للسياسة الصناعية أو التنمية الصناعية من أجل إيجاد بديل اقتصادي حقيقي اليوم مطلوب من السلطات من أجل تفادي كل هذه الإجراءات أن تكون هناك إصلاحات تشريعية لا سيما في المنظومة المصرفية المنظومة الضاربية قانون الاستثمار الذي ما زال يراوح مكانه إضافة إلى طمأنة رجال المال والأعمال وحمايتهم ومرافقتهم وخاصة في ظر رفع التجريم عن أخطاء التسيير وسيشهد اللقاء تنظيم ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار والتسيير الأمثل للمؤسسات الاقتصادية الحكومية لتنويع التنافس وتطويره إرساء رؤية استراتيجية للقطع الصناعي لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر تعبئة كل الناشطين الاقتصاديين هو هدف اللقاء قصد الوصول إلى ترشيد الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية ودعمها محمد جرادة الحرة الجزائر وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر بوزيان مهما الخبير الاقتصادي أهلا بك سيد بوزيان وبعد التحية يعني بالبداية تحدث رئيس الجزائري عن الاستعصاء في التحكم في بعض الجوانب في الصناعة ما هو المقصود بأن بعض الجوانب عصية عن التحكم شكرا لكم حقيقة ينبغي أن التحدث على تراكم لعشريات من الزمن ليس العشرين سنة فقط لأنه بعد تفكيك النسيج الصناعي لجزائر في ثمانينات القرن الماضي ودخول الجزائر في مرحلة صعبة وهي العشرية السوداء ثم بعد ذلك دخولنا مرحلة المافيا المالية والسياسية أعتقد هذا رصص الاقتصاد الجزائري وخلق صعوبات لذلك أعتقد أن الآن الرهان الأساسي للمجموعة الوطنية والقرار السياسي الآن الجاهز الذي ينبغي أن يخلق انتفاض حقيقية في النسيج الصناعي الوطني ينبغي تطهير إرث الماضي وثانيا التوجه حقيقة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لأنه ليس فقط إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي وليس فقط إصلاح البنوك إنما ينبغي إصلاح المنظومة ككل أعتقد بأن توفير المناخ الذي ينبغي أن يستحضر بداية العامل الأساسي الأول وهو عامل التدفق ينبغي أن ننزع كل معيقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الفضاء الوطني وثانيا ينبغي أن نتناول النظرية النفسية ينبغي لرأس المال أن لا ندقق في رأس المال إلا من خلال هوية المشروعية ينبغي أن يكون المال مشروع وواضح الهوية والجيهة وبعد ذلك ينبغي أن نرفع كل التدقيقات الغيرة المطلوبة بالنسبة لهذا المال ولكن لجذب رأس المال الأجنبي للإستثمار في الجزائر هناك خطوات عديدة ينبغي الحديث عنها ومن ضمنها كما تتحدث تسهيل العمليات الاقتصادية ولكن ألا ينبغي قبل ذلك القيام بعمليات التطهير والقضاء على مخلفات الفساد لا حقيقة أنا قلت بأن الرهان الأساسي الأول الآن ينبغي ليس فقط طي صفحة هذا الفساد إنما تطهير القطاع الصناعي وتطهير المنظومة الاقتصادية ككل من كل هذا الإرث الذي رصص الاقتصاد الوطني ثم بعد ذلك الجميع الآن ينتظر قانون الاستثمار الجديد الذي ينبغي بداية أن يرفع حق الشفعة وثانيا أن يرفع قاعدة 49 و 51 وثالثا ينبغي كذلك أن يخفف من جانب الضريبي وأن تكون المنظومة الضريبية منظومة عصرية حقيقية وتستجيب للمعايير الدولية نحن الآن رهانة ينبغي أن نذهب إلى توسعة الوعاء الضريبي والتخفف من الجوانب الضريبية ومنح الامتيازات لكل الاستثمارات سواء الرأس المال الوطني المقيم أو الرأس المال الأجنبي الذي ينبغي أن يتدفق إلى المجال الوطني أعتقد بأن الجزائر تمتلك كل المؤهلات لتكون اقتصادا قوي واقتصادا على الأقل أن يكون اقتصادا رائضا على المستوى الإقليمي وأن يندمج ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية نمتلك الموارد المادية ونمتلك الثروات ونمتلك المؤهلات البشرية وهي النقطة سيد بوزياني الجزائر فيها العديد من الثروات في أرضها بأي من المشروعات تعتقد أنها ستكون الأكثر جذبا للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج أنا بداية أعتقد بأن الصناعات التحولية لما أقول صناعات التحولية هي الصناعات التي تثمن كل الثروة الطبيعية والمادية المتوفرة في الفضاء الوطني سواء كانت ثروة من جميع أو ثروة نفط وغاز من خلال الصناعات البتروكيميوية أو الصناعات الفلاحية الزراعية أعتقد بأن هذه الثروات خاصة نحن الآن نتحدث على رهان كبير في الفضاء الجزائري وهي تثمين كل الجهد الوطني على مستوى الزراعة وعلى مستوى الفلاحة أعتقد بأن هذه الجوانب وهي الصناعات التحولية بإستطاعتها أولا أن تلبي الحاجة الوطنية من خلال المنتوج الوطني الذي يتوفر ثانيا تثمين هذه الموارد الطبيعية والموارد المادية والثروات التي تزخر بها الجزائر وثالثا إمكانية التوجه نحو التصدير وثالثا إعطاء القيمة المضافة من خلال الرأس المال الأجنبي الذي ينبغي أن يتدفق في الساحة الوطنية وهنا أنا أعطي مثال بسيط ولو تسمحوا لي الآن من خلال التكريمات بمنح وسام العشير للعديد من المسؤولي المؤسسات الصناعية لما نأخذ مثلا الآن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية سونتراك هذا الشاب الجزائري الذي هو خريج المنظومة الجزائرية دراسة وتكوين وتسيير أعتقد أن منح هذا الوسام يعطي الصورة بأن بإمكاننا أن ننجح خاصة أن سونتراك نجحت في أصعب الفترات وهي فترة الكوفيد وأستطاعت أن تقلل خاصة من مصرفاتها وأن تتحكم في جوارب التسيير أعتقد أن هذا المثال وهو أن تنجح عبر هذه الصورة إيجابية للمستقبل أجنبي شكرا لضيفي من الجزائر بوزيان مهما الخبيل الاقتصادي كنت معنا على شاشة الحرة شكرا للمشاهدة